دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال ديننا وموضوع هذه الحلقة العبرة بالخواتيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين في هذا اللقاء نتعرض كيف تكون وكيف يكون حسن الخاتمة ما هي أسباب أن يختم للإنسان بخاتمة السعادة اللهم ارزقنا جميعا خاتمة السعادة يا رب العالمين في هذه الأيام وما يمر به العالم أجمع من هذا المرض وهذا الفيروس كورونا الناس بدأت تتذكر الموت وبدأوا يخشون الموت ويخافون منهم ولكن السؤال هنا هل لابد للإنسان أن يخاف من الموت أم أنه يخاف فيما بعد الموت أو يخاف من النهاية بعد الموت الإنسان لابد له وأن يشغل نفسه فيما يكون المصير في النهاية يوم القيامة يوم الحصر والندامة كيف يكون حاله حينما يدخل في قبره ولا يشغل نفسه بالأجل والموت حتى وإن أصيب بأي مرض كثير من الناس حينما يصاب بمرض تجد أنه أصبح قلقا أصبح حزينا عنده يأس عنده قلوط عنده عدم ثقة في ربه سبحانه وتعالى وكثير أيضا حينما يصابون بهذه الأمراض أو هذه الأوبئة نجدهم عندهم يقين في الله عندهم أمل عندهم ثقة في ربهم سبحانه وتعالى ويعلمون أن النافع والدار هو الله سبحانه وتعالى لذلك هذه رسالة والله للناس جميعا وأوجه النصيحة لنفسي قبلكم أننا لابد أن يشغلنا النهاية العظمى دار الحيوان الدار الآخرة لابد أن تكون هي شغلنا الشاغل ولا تشغلنا الدنيا فالدنيا كما تعلمون أنها مهما طالت فهي قصيرة مهما طالت فهي قصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله على الله وهو أفضل من واطئت قدماه الأرض وأفضل من مشى على الثرى صلى الله عليه وسلم مات مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه كان حينما تأتيه مصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أكبر منها ثم يقول الحمد لله هذه المصيبة ذكرني بفقدي لرسول الله وأي مصيبة أعظم من فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تخيلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن نلجأ إليه في الضراء ونلجأ إليه في الصراء ونلجأ إليه في أمور اشتبهت علينا وتشابهت علينا واختلفنا فيها فيكون هو الفصل فيها صلى الله عليه وسلم أي مصيبة أعظم من فقد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإنسان لابد أن يشغل نفسه لما بعد الموت وفيما بعد الموت وما يكون المصير بعد الموت وكيف يكون حاله في النهاية لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما بلغ بك العمر فلابد من دخول القبر لذلك لابد أن يشغل الإنسان حسن الخاتمة لماذا؟ لأن العبرة بالخواتيم والسؤال هنا كيف تكون أو كيف يكون حسن الخاتمة؟ إزاي تكون هذه الخاتمة وخاتمة السعادة للإنسان؟ أولا من أراد حسن الخاتمة عليه بالاستقام على أمر الله لا يروغ كما تروغ الثعالب أن يستقم دائما على أمر الله سبحانه وتعالى لا يعبد لا يعبد الله على حرف ولا يعبد الله إذا أصابته سراء فرح بها وإذا أصابته ضراء حزن وقال يا رب لماذا تفعل معي هذا؟ فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا لذلك يابد للإنسان إذا أراد أن تختم له بخاتمة السعادة أن يستقيم على أمر الله جاء رجل للحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل لا أسأل عليه أحدا بعدك يا رسول الله دلني على الخلاصة في العمل قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم على شريعة الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة أبشر أيها المستقيم على أمر الله أبشر أيها المستقيمة على طاعة ربك أبشر بالجنة فهذا وعد الله والله لا يخلف المعاد سبحانه وتعالى لابد للإنسان أن يكون دائم الاستقامة على أمر الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من عاش من مات على شيء بعث عليه اعلم أخي في الله اعلمي أختي في الله أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فلماذا القلق لماذا الاكتئاب الذي أصيب بمرض أو أصيب بشدة أو أصيب بكرب أو أصيب بمشكلة كبيرة لا تقلق وأبشر فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فيسبق العسر اليسر يسبق عسرين يسرين من الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر مع كل عسر يسرين من الله سبحانه وتعالى أبشر أبشري أبشر أيها المريض أبشر بثقة في الله سبحانه وتعالى ولا تيأس من روح الله وتفائلوا بالخير تجدوه كما قال سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما القلق؟ وقد أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها الأجل مكتوب والعمر مكتوب فلا تخاف من الموت واعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها لذلك كما قال النبي فلا تطلب الرزق بمعصية الله الرزق محسوم والأجل محسوم فلا تخاف من الموت ولكن كل ما يخيف الإنسان أن يموت على سوء عياذا بالله يموت على سوء خاتمة فلا بد أن يشغل الإنسان أن يكون دائما الطاعة لله دائما الصلاة دائما الذكر دائما الصدقة أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى حتى عند نومه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون إِنَّا نَحْتَسِبُ النَّوْمَةَ لِلَّهِ يعني هم نيمين أنا بنام يا رب حتى أأخذ أو أأخذ قسطا من الراحة حتى أستطيع أن أقوم الليلة أو أن أقوم لك بين يديك ذاكرا مستغفرا مصليا حتى أعبدك يا رب ينامون ويأخذوا حسنات ويأخذون الحسنات لماذا؟ لأن كل الحياة بالنسبة لهم عبادة حينما يلاعبون أولادهم عبادة حينما يدخلون الصرور على زوجاتهم أو أزواجهم عبادة في كل وقت وفي كل حين يعبدون الله سبحانه وتعالى فيحولون حياتهم كلها إلى عبادة لله عز وجل كل شيء يفعلوه الغرض منه إرضاء الله سبحانه وتعالى لذلك من أراد حسن الخاتمة أن يكثر من الصالحات من أراد حسن الخاتمة أن يكون صادقا مع ربه لماذا تفعل العمل؟ لماذا تصلي؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تذكر الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا إخلاصا واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك على الصراط المستقيم إذا احتسبت كل عمل لله إذا احتسبت طاعتك لله فاعلم أنه سوف يكون لك خاتمة السعادة ولكن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها سلم يا رب سلم معنا تصالك إن شاء الله؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك تفضلي فن أسأل الله أن يكرمك بالذرية الصالحة يا رب العالمين واللهم آمين تفضلي سؤال حديثك إيه؟ دلوقتي أنا يعني جوز بيتافر وبيتبلي ما تدينك وكده يعني هل يمكن أن أنا يعني أخرج الصدقة يعني أقول لازم أقوله أو يمكن يعني أن أتصرف الفلوز يمكن أن أطلع صدقة أو أتخضق منها وكده هو الأول حاولي أنك أنت تشركيه معك في الصدقة يعني تستأذنيه تقولي له أنا دلوقتي أنا بقوله يعني لما يكون موجودة أقوله أخذي منه إذن مفتوح يعني إيه؟ قولي له دلوقتي أنا لما يجيني حد ومحتاج أو عندك منع أن أنا لما يجيني حد أخرج له صدقة أو كل ما أحوش بعض الأموال من مصروف البيت ممكن أطلع صدقة فأنت خدت منه إذن مفتوح فيجوز لك إن شاء الله ولكن بحساب وبقدر معلوم إن شاء الله بدون إصراف حتى يعني لا تؤذي فأشركيه معك حتى يأخذ معك الثواب إن شاء الله ولا حرج في ذلك إن شاء الله في أي سؤال تاني؟ شكرا لحضرتك شكرا بارك الله فيك ورزقك في ذرية الصالحة يا رب العالمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه البخارية وسلم في صحيحهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع مسافة قليلة وهذا يدل على قرب الأجل يعني ظل الزمان الطويل يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كثير من الناس يتساءل عن هذا الأمر أنت تقول منذ قليل من عاش على شيء مات عليه الرجل عاش طوال حياته يعمل بعمل أهل الجنة ثم كان بينه وبين الموت زراع مسافة قليلة وقت قصير جدا ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وهو ظل حياته كلها يعمل بعمل أهل الجنة ما هذه المعضلة كيف يكون ذلك ونحن منذ قليل نقول أنه من عاش على شيء مات عليه النبي فصر هذا الأمر في حديث آخر قال فيما يبدو للناس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي أنه يعمل عمل أهل الجنة تظاهرا رياء يقرأ القرآن رياء وسمعة حتى يقال قارئ يتصدق ويجود بأمواله على الفقراء والمساكين حتى يقال متصدق وكريم وقد قيل يجاهد أو يقاتل في المعارك حتى يقال شجاع يصلي حتى يقال مصلي يذكر حتى يقال ذاكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي أنه يظهر أمام الناس ويطلب رضى الناس ولا يطلب رضى الله يقصد بعمله الناس ولا يقصد رب الناس سبحانه وتعالى فيحبط العمل ويبطل العمل ولا يقبل منه شيء وتكون هذه الدسيسة التي في قلبه تكون له شؤما فيعمل عملا من أعمال أهل النار فيموت على هذا العمل فيبعث يوم القيامة إذا كان زانيا يبعث زاني على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق يفضح بهذه الفعلة وهذه الجريمة معاناة صالة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته لو سمحت حضرتك اه اتفضلي افضلك الله ربنا يبارك في عمرك يا رب ربنا يحفظك يا رب اتفضلي بص الله يسترها معك ويرضع عليك ربنا ويراضيك تتكلم عن الابتلاء تقول حاجة عن الابتلاء وعن الصبر حاضر إن شاء الله احنا لسه دلوقتي بنتكلم عن الابتلاء وعلى إن الإنسان لا ييأس من روح الله وإنما إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب حاضر إن شاء الله ماشي طب ان كان الواحد بيصبروا وفيه ناس بتزهاغوا بيصبروا يعني فيه وعن مثال لعنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنا عن نفسي أنا أم وابيات وفوا وما شفتهم شو أنا صغيرة من يوم هم فاتوني وأنا في اتلاء الحمد لله لحد النهاردة الحمد لله فضلوا لعن ربنا يرزقك الصبر ويفرج عنك يا رب العالمين الله يخليك ربنا يسترها معاك ويرضى عليك يا رب يا رب سؤال تانا الله يبارك لك تفضلي حاضر تفضلي تحت أمر فيه واحدة فيه واحدة كاللي حكتني بسؤال هي بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجة حلوس بس هي بتاخد فلوس من وراء جوسف بتاخد مثلا خمسة اتنين عشرة كده يعني ام فهو بتاخد هو بيديها حرام هو بيديها بس بيديها اللي ما بيقضهاش تمام فهو كده حلال ولا حرام اجيبك ان شاء الله اجيبك ان شاء الله الله يبرك في عمرك الله يرضع لك ويرضيك يا رب ربنا يكرمك يا رب ربنا يكرمك ويصبرك يا رب العالمين طيب اختنا دلوقتي بتسأل عن الصبر وهي في ابتلاء منذ زمن طويل الأول أبشرها بقول الله عز وجل الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال العلماء لا أحد يستطيع أن يكتب أجر الصبر إلا من عند الله سبحانه وتعالى الأجر لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إنسان صالح أن يكتب للإنسان أجر صبره لماذا؟ لأن الله تكفل به إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب معنات صال آخر السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فضل ربنا يحفظك يا ربي فضل الحمد لله دلوقتي حضرتك في سؤال كده عن المراسق أه تفضل والدي الله يرحمه طبعا إحنا ما ربناهش بمعنى صح الجد هو اللي ربنا حضرتك الايه؟ الجد هو اللي ربنا الجد هو اللي ربكو يعني آه أبو الوالد حضرتك أبو الأم أبو الأم هو اللي ربنا من سؤالنا حضرتك آه الوالد حضرتك طارك عمرات وطارك فلوس طارك أموال وطارك حاجات عمي لماغزة سرق فلوسنا وسرق حاجاتنا عمي أخبويا وجاء حضرتك على أخويك كبير ومضاء على ورقة آه إنه هو عيراضي بس بحيث إنه كانت في شقة وقال له ايه أنا هاخد الشقة ديت وعراضيكو ومات عمي ده مات وأولاد بلوقتي بيعرضوا علينا حضرتك آه وهم يبقى أن المراض يأخذوا مراض والدنا بمية واربعين ألف جنيه تمام بيعرضوا إنه هم يبيعوا المراض يشترون مننا يشترون منكم بمية واربعين ألف مية واربعين ألف هو يساوي أكثر من ذلك هو يساوي أكثر من ذلك ومحلات وحاجات نعم نعم السؤال بقى سؤال حضرتك أرد أموالي دي إزاي طيب أنت معاك أوراق ولا الأوراق معهم هم معهم هم للأسف آه طيب لأن حضرتك إحنا ما تربيناس في حضن والدنا العم مضى والدك على كل مال مضى أخويا مضى أخوك على إيه على وراء حضرتك إنه هو أنا ما أخذ فيه شعقة كبيرة مساعدتها كبيرة إنه هو هياخد الشعقة ديت والوالد كان متجوز واحدة تانية الوالد كان متجوز واحدة تانية غير زغير والدتي أنا والدتي متوفية وأنا صغير السؤال بقى السؤال العمرات والأملاك اللي عند والدك مكتوبة باسم والدك ولا باسم عمك لا باسم والدي طيب معاكم الأوراق دي اللي هي تثبت لا مش معاها طيب أنتوا ممكن تروحوا للشهر العقاري وتطلعوا نسخة من الأوراق دي وترفعوا قضية في المحكمة وإن شاء الله تحصلوا على هذه لا يضيع حق وراءه مطالب وتحاول أن في حد يتدخل يعني فيه جلسات عرفية احنا بنجلس فيها جلسات عرفية دي بتحل مشاكل والله كثيرة جدا هو دي ساعدتك وأخبالك نحن نقوله من هذا عام وأرائب ماشي أنت مش في قرية ولا في مدينة طيب أنت شوف إمام المسجد في القرية وشوف الناس اللي بتجلس في المجالس العرفية ويحكي لهم هذا الأمر ويعوده وحد يذكرهم بالله أن هذا الأمر خطير جدا وكل جسد نبت من سوحة فالنار أولى به معنا اتصال آخر إن شاء الله أحنا الحمد لله إخوات مصليين وعطين ربنا طيب حضر أنا أجيب حضرتك إن شاء الله ونأخد شجنين من أحد أجيبك إن شاء الله وأقول لحياتك تعملي معنا اتصال آخر إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا ممالك أهلا ممالك اتفضلي والله شيركم عندي سؤالين على إيه لحضرتك أول سؤال إن أنا كنت بصلي سلاة الظحى يعني أول ما يطلع النهار بعد الفجر فوالديك قلت لي لأ أنت بتصلي الفجر هو هو كانت بتصلي الصبح ده أول سؤال لا لا معلش عupi السؤال ده تاني أنت بتصلي الفجر وكانك بتصلي الصبح إزاي كنت بصلي الفجر وأصلي ركعتين أول ما يطلع النهار الساعة 7 تمام إيه المشكلة ما autograph قالت لي أهلا والديك قلت لي لأ أنت كدى كدى كنت كدى كدى قدام بتصلي الفجر وبتصلي ركعتين سنة هو هو انت كأن الصبح لا هو صلاة الفجر او صلاة الصبح بتصلى في معادها او اذا كان عادة معادها وطلعت الشمس بيصليها الانسان قضاء الركعتين دول انت حسب النية بتاعتك انت نية سنة الفجر ام نية سنة الضحى لا سنة ده الفجر طيب خلاص يتصلي بقى سنة الضحى سنة الضحى بقى تبدأ سنة الضحى بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة يعني لما تطلع الشمس بعدها بربع ساعة معدها من بعد ربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو تلت ساعة برضه يعني هو ده الوقت بتاع صلاة اللي الضحى وممكن تصلى ركعتين واربعة وستة مثنى مثنى إن شاء الله معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم سهلا ربنا يكرمك يا رب ربنا يحفظك بقى اقول لحضرتك كان أبو عمر من الجيزة محمس الجيزة أهلا أبو عمر حيا الله من الجيزة الله يخليك عمل حاج يعني معايا محل زيوت عاربات عمل حاج وكان الظروف عملت معايا بس والمحل خايفة أسوله بس محتاج حد من أقل الخير بس يدعم جيب لحب الضضاعة مش محتاج فلوز عايز حد شريك يعني جيبه لحب الضضاعة مش محتاج فلوز محتاج بس حب الضضاعة عشان بس علي ديون وعايز أشغل المحلة الدول المحل الله لا نملك لك إلا الدعاء أسأل الله أن يفرج همك وأن يوسع عليك وأن يسد دينك يا رب العالمين طيب معانا أختنا كانت بتسأل عن بالنسبة لو أخذت من الزوج خمسة جنيه عشر جنيه هذا أمر بسيط جدا لا حرج فيه وتلاق طلامة أنه يعطيها ما لا يكفيها وإني هو ربنا موسع عليه فيجوز لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أن تأخذ ما يكفيها تأخذ على قدر الكفاية لا حرج في ذلك إن شاء الله بالنسبة للأخ اللي كان بيسأل على الميراث لابد أن تسعى في كل طريق طريق المحاكم فإنك الأول تبدأ بالجلسات العرفية وتذهب إلى إمام المسجد في مكانك وتحكي له القصة ويذهب إليهم يذكرهم بالله عز وجل وأن هذا المال لا يحق لهم وأن هذا المال سحت عليهم ويحذرهم بالله عز وجل ويحذرهم ويقول لهم الناس الآن تموت في كل وقت يعني الإنسان حينما يموت لا يأخذ شيئاً معه ولا يبقى معه إلا عمله لا يبقى مع الإنسان إلا العمل يذهب المال يوزع على الورثة ويذهب الأهل وينسون الميت بعد فترة ولكن لا يبقى مع الإنسان إلا عمل إذا كان عملاً صالحاً فهنا خاتمة السعادة وإذا كان سيئاً ولعياذ بالله سوف يحاسب على هذا المال مرتين من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما أقبل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وقيل أربعمائة عام وقيل أربعين عاماً لماذا؟ لأن الحساب خفيف بسيط سهل معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم كماناً كفتبت الشيك يا مرحبا أهلاً وسهلاً وجدت الشيك أنا جوزي مناني أهلي أهلاً في معاه إيه؟ طيب هل في مشكلة بين زوجك وبين أهلك؟ يعني في مشكلة مثلاً في مشاكل لما بتروح هناك بتيجي متغيرة مثلاً؟ لأ في مشكلة يعني بس معجوز خلت يعني قلت خلت نتخلق معاه وهو مناني أنا رشف أهلي يعني طيب هل أنت زكرتي بالله وقلت له أنا لي صلة رحم وما تقطعش صلة الرحم وقطع صلة الرحم فيها كبيرة من الكبائر؟ طيب بص يا أختي بص يا أختي صلي على رسول الله دلوقتي لو هو منعت من الزيارة وأنت كلمتي مرة واثنين وتلاتة وحاولت معاه وحاولت تكلمي ناس يكونوا يعني يستطيعون أن يقنعوه بهذا الأمر وأبى أن يمنع إلا أن يمنعك من زيارة أهلك يجوز لك أن تذهبي إلى أهلك دون علمه وأن تكوني حذرة في هذا الأمر تذهبي ليهم من غير هو ما يعرف ولكن لابد أن تأخذي بهذه الأسباب أولاً أنك أنت تتكلمي مرة واثنين وتذكري بالله وتحاول أنك أنت تسيسي وتحاول أنك أنت تدخلي الصرور عليه بأنك أنت تدي له هدية أو حاجة ترقق قلبه وتحاول تصلح بينه من أهلك وبعد ذلك إن أبى فيجوز لك إن شاء الله لأنه ليس من حقه أن يمنعك من أهلك ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من أهلها وإذا منعها فهو قاطع للرحم قاطع للرحم وهي كبيرة من الكبائر الرحم تتعلق بالعرش وتقول هذا مقام العائز بك من القطيعة فيقول الملك سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك فأحذر كل زوج أن يمنع زوجته من أهلها معانا أم مالك كانت بتتكلم على صلاة الضحو والسنة الفجر طبعا الأفضل يا أم مالك إنك أنت تستيقظي للفجر في معادي في موعده قبل شروك الشمس طيب إذا نام الإنسان يصلي الصبح أو الفجر كلتا الكلمتين واحد يعني الفجر هو الصبح الناس كتيرة بتطلقبط في هذا الأمر وتقول الفجر غير الصبح والصبح غير الفجر لا هم الاثنين واحد صلي وتصلي السنة قال بعض العلماء أن السنن الرواتب تقضى السنن الرواتب أي السنن المؤكدة يجوز للإنسان أن يقضيها كما يقضي الفرائد وليس واجبا عليه ولكن يجوز له حتى لا يحرم أجر السنن المؤكدة يجوز له أن يقضي السنن والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الفجر صلاها بعد الفجر صلاها في وقت كمان هذا الوقت من الأوقات التي يمنع فيها الصلاة إلا صلاة السبب إلا صلاة السبب وصلاة الضحى يجوز للإنسان أن يصليها وهي تكفر وصدقه على مفاصل الجسد كلها صلاة الضحى هي صدقه على كل مفصل في الجسد قال العلماء أن هناك 360 مفصل للإنسان صلاة يعني يجب أو يجوز للإنسان أنه هو يتفضل على نفسه ويتصدق على نفسه بصلاة الضحى إذا لم يجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة المفاصل دي عليها صدقات الكلمة الطيبة صدقة أن تحمل لأخيك على دبته صدقة وأن تزيل الأذى من الطريق صدقة إن لم يجد الإنسان صدقات أن يخرج من ماله أو يتصدق أو يفعل أي نوع من أنواع الصدقات فعليه بصلاة الضحى وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع أختنا في أول اتصال تتكلم عن الصبر وإن هي دائما في محن ودائما في ابتلاء أقول لها وأبشرها أشد بلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء حتى يظن حتى لا يظن الناس حين يبتلوا وحين الابتلاء أنهم عند الله سبحانه وتعالى مهانون معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسلم أفضلي إزاي حضرت الله يبارك فيك أفضلي أقول لحضرتك عندي مشكلة أفضلي فان إيه المشكلة خطيئ الاتصال حاولي حضرتك مرة تانية لو كان الاتصال خطيئا إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب كنا تحدثنا قبل ذلك عن مرض سيدنا أيوب عليه السلام معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أفضلي أختي أفضلي سمحت والدتي المتوفية من أربع شهور فيكنت مريضة كابب نعم فكان مريضة وكده كنت تقفت حتى من شعرها يعني اقتررت يعني شعرها كتبت لعدك وجده فتلتها لفتها في مندل وثلتها وبرضو كنت تقفت نادة واخرها ثلتها برضو في مندل وما مردت شعر مياه فات وقفت الوقت ورحمة الله عليها وكده فتحرام بالشعر ربنا يرحمي يا ربنا يرحمي او اتفنهم او لو هم معي عاجي او انا عايز اعرف يعني طيب حاضر اجيبك ان شاء الله اختنا بتتكلم ان والدتها ماتت بمرض في الكبد الاول ابشرك ان هذا المرض والمبطون نحسبه عند الله شهيد فهذه من حسن الخاتمة ساني يصب بمرض حتى بعض الناس سألتني عن كورونا اللي يموت بكورونا هل يبقى شهيد ولا لا اقول مرض كورونا يعاني الانسان منه في دقب في النفس يعاني في المعدة اسهال عنده بعض الصداع هذه كل الامور تجتمع في المبطون اللي هو عنده داء البطل وايضا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ايضا عن الذي يموت بالطعون فهو شهيد والطعون قياسا على الطعون الطعون من الاوبئة والامراض الفتاكة وباء معدي كذلك كورونا وباء ومعدي فلو اخذنا بالقياس على الطعون فمن مات بكورونا فهو شهيد ومن اخذنا بانه مبطون فالمبطون شهيد وصاحب كورونا نحسبه عند الله من الشهداء فأبشرك يا أختي اني معنا اتصل السلام عليكم اسمعينا من التليفون يا أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اسمعينا من التليفون بارك الله فيك ممكن حياتك بس توطي صوت التليفزيون حتى نسمعك يجيد طيب حاولي اتصل مرة كمان وحاولي ان شاء الله تكلمينا من التليفون وبلاش التليفزيون يعني يعني وطي صوت التليفزيون الاخت والدتها ماتت بالكبد ووشيرها ان شاء الله نحسبها من الشهداء هي قصة شعراء الظفر يجوز للانسان ان يقرميه في سلات القمامة ما فيش مشكلة لكن في بعض الامور الخارجة من الجسد كالشعر قال بعض العلماء هذه لابد ان تكرم بدفنها يعني الاظافر قص الاظافر ما فيش مشكلة لانها بتتجدد الشعر قال العلماء عنه وفي بعض الامور التي تخرج من الجسد قالوا انها تدفن حتى تكرم لانها خارجة من الانسان معنا اتصال ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل معايا شيخ اتفضل حبيبنا اتفضل انا ممكن اسأل حضرتك شيخ سهل بس مالوش علاقة بموضوع الحلقة اتفضل تحت عمرك حضرتك انا عندي طفل وعمره دلوقتي ست سنوات وهو كان عندي ثلاث سنين ما كانش فيه اي مشاكل ولا فيه اي مشكلة طبعا بدأ بعد كده يتخض بيقوم فيه علامات في جسمه عنده دلوقتي مشاكل في المشي طبعا اكتشفت وعملت تحليل واشعاعات قالوا ما عندوش اي مشاكل دي عملية وقته ونقطة كالتوم طب نقطة كالتوم الاول كان قويس هو عنده كم سنة دلوقتي هو حاليا عندي ثلاث سنين طيب فيه بتقوم تلاقي خربيش في جسمه وعلامات زرقه تمام طيب بيقوم مصروع من النوم لو رميت اي حاجة على الارض مجرد مصمار بيتخذ طيب بص هقول له حديثك حاجة انت لازم تمشي في طريق العلاج المادي العلاج المادي ان الدكتور يتابع معاه وتشوف هل فيه نقص عنده فيه الكالسيم عنده نقص حديد اي حاجة في جسمه الحاجة التانية هنمشي بقى بالعلاج الروحي والديني وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج ابن حديثك يحتاج إلى ركية يحتاج إلى ركية طيب اشغل الركية بجانبه او اشوف شيخ يكون بيعالج بالقرآن وإياك ان تذهب للدجالين لانهم كتير لازم تتحرى هذا الامر طيب لو مروحتش انا ممكن اعالجه في البيت اجيب عسل ابيض حاول يعني تستقصي على عسل ابيض والعسل فيه شفاء للناس العلاج بالقرآن ما مقروء انت حيتك تقرأ عليه بنية الشفاء الفاتحة وآية الكرسي اواخر سورة البقرة واوائل سورة البقرة او الخمس ايات واخر ايات البقرة من اول امن الرسول وتقرأ كل هو الله احد وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس والفاتحة تقرأها على الماء ثم تشرب يشرب ابنك منها تذوب له الماء بالعسل ويشرب منه بنية الشفاء تشغل في البيت سورة البقرة وابنك يسمع الرقية ونشوف الامر هيصل الى ايه معنا اتصال ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا لو سمحت يا شيخ معيس احياتك سؤال اتفضلي انا زوجي قال لي اشغاله اشغاله في الشركة وزوجي قال لي مرسدك انت هتصفل منه على ابنك وانا هجيب اه قرد عشان حاطر على على دهبك وخد دهبي وجاب على دهب وجاب على دهبك بشغله وقال لي عشان هتشير بيت لولادي عشان احنا معانا اربع سبيان عشان خاطر لما يكبروا هيجوزوا فين قلت له ماشي قلت له ماشي استغلت وبقى لفنين اللي بطرف على البيت هو بالدين يقليل القليل لانه انه هاي بقرد طبعا مبلغ كبير وخد دهب لسه القرد مخلص لسه القرد مخلص لا اقول لي هتكا سده هو سده اه خد بقى جابنا مبلغ وضبنا الارض قطعت مبلغ كبير جدا وجابها وخلص احنا قلت بيع الارض بقى ونشير بيت لاتنا عايزين للأولاد واتفقنا على سيدة قال لي ماشي وقلت انه بقى الارض وراح اتجوز واتجوز واحدة الله يسهلوا وسهلوا وسهلوا بسهلتها الخطأ من البداية عندك انت ليه بقى انت اللي راضيتي انك انت تشارك بمالك انت دلوقتي اللي اه قلت له هتشارك بمالك رحت بقى هيجيك باس لولادة ما داله هتجوزوا فينا ما يكبر الخطأ بقى عندك في حاجته الخطأ الاولاني انك انت وفقتي على حاجة زي كده الحاجة التانية انك انت وفقتي على قرد والقرد المحرم كل قرد جر نفع فهواربة هو خد القرد ده قرد حسن ولا قرد ربوي قرد حسن ولا ربوي بس جاوبيني قرد حسن ولا ربوي قرد بزيادة طيب يعني هو خد قرد وانت وفقتي على كده دلوقتي انت هو الفلوس اللي جمعها وانت صرفتي على البيت وفي الاخر هو راح خد الفلوس وتجوز بيها خد الفلوس وخد فلوس بها بي وخد كل حاجة ورح تجوز بها واحدة اختيتها صفة الله وانت البلد بحلق طيب سؤالك انت فيين دلوقتي السؤال يا رفتي دلوقتي انا بقولش انا بقولش جغالي غير حفظ الله ونعمى الوكيل انت فوضي الامر لله يعني انت يابد تقدي بالك ذا في اللي جاي يعني تقدي بالك من اللي جاي طيب انت دلوقتي قررت ايه اختي اختي انا دلوقتي عايش عشان خطل اولادي انا مقدرش انا ممسوولة انططر عام انا شغال وادرصف على نفسي بس انا عايش عشان خطل اولادي انا مش عايز احري من عياد ان هم يبقوا فصة ابوهم بس أنا أتخليه هو في حال و أنا في حالي زينا زي الإخوات آه لا هنا بقى هقول لي حدثك حاجة طيب في أي سؤال طيب تاني و أنا أجيبك إن شاء الله حاضر بصت في وشه أشقدر يا المتا حاضر طيب أنا أجيبك إن شاء الله أشقدر حتى أبصك وشه وأختي لي أخت كل ما بتنام إحلم لي أن أنا شقتي دي مليانة جبالة من جميع الجهات وأوساق وقدرات والشقة مليانة حتى الشقة مليهاش ثقة طيب الشقة مكشوفة منها للثامة طيب حاضر أنا طيب يشيل الزبالة إذا أحبت أفكره وإنها بيشيل الزبالة وقيتلي إزبوري يا مونة شعر نص الزبالة وفض من نصفها طيب حاضر يا أختي حاضر حاضر إن شاء الله أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله أجيبك طيب أختنا دلوقتي بتتكلم عن إن هي أعطت فلوسها الجزهة وهو حوش الفلوس وبدل ما يشتري البيت راحت إيه تزوج أولا لابد يعني لازم الأولي بقى في حدود أنت معاك فلوس الفلوس دي الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية خاصة ما فيش معنى إن الزوجة تساءت زوجها ولكن لابد إن هي تعمل حساب لنفسها وإن هي تحاول إن هي يكون عندها بدل هي تعبت واشتغلت لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا القوامة أن الرجل لابد أن ينفق على بيته هو المسؤول الأول هو سمح لها بالشغل أو كان فيه اشتراط إنها تعمل خلاص هي فلوسها تبقى لوحدها الرجل العفيف لابد أن لا يأخذ شيئا من زوجته طيب إحنا الموضوع حسن الخاتمة والكلام عنه كثير إن شاء الله نكمله في حلقة قادمة أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة لعلها تكون ساعة إجابة أن يشفي كل مريض مسلم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار